اشتركوا في القناة يا عاتب ربنا عتاب شديد وصحابه لما جم للأسف مع الزهوش ده تعبوا بالكلام وقالوا له كلام صعب جدا وبسبب الحكاية دي ايوب تعب جدا من صحابه ودخل في نقاش عنيف معهم في نهاية التجربة ربنا قال لصحاب ايوب لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب يعني ربنا قبل عتاب ايوب الشديد وكمان وابخ صحابه انه هم اتكلموا معاه الكلام الصعب اللي كانوا بيقولوا لخلاف الاخر قال لهم اطباء بطلون كلكم او معذون متعبون كلكم وفي الاخر ربنا قال لصحاب ايوب قال لهم انتو خذوا لانفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش ويذهبوا الى ايوب وقدموا عن انفسكم محرقة وعبدي ايوب يصلي لاجلكم فعشان كده راح هم بقى الايوب يطلبوا منه كده الجمال بقى ان ايوب صلى من اجل صحابه معناها ان ايوب سامح وغفر لصحابه برغم الكلام العنيف اللي قالوه برغم الحاجات الصعبة اللي قالوهاله هو سامحهم والكتاب المقدس ربط بين الاتنين قال رد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه يعني كل اللي تعود لأيوب ورجع له بعد كده حتى اضعاف جي نتيجة انه هو من كل قلبه غفر لصحابه ودي حاجة بتعلمنا حاجة مهمة جدا في حياتنا ان احنا لما بنعيش بدون غفران احنا بنعيش في سبي سبي احزاننا واوجعنا ودئنا وكراهيتنا وانتقامنا لكن لما بنخفر احنا بنتحرر من السبي وبناخد تعويضات الله بناخد فرح وبركة ونعمة وسلام ورجاء يبقى كل واحد فينا ممكن يبقى عايش في السبي لو استمر بيكره اللي حواليه لو استمر ما بيخفرش ولو استمر الغفران لسنين يفضل مقيد وما يحسش بتعم الصلاة ولا تعم العبادة ولا يحس بفرح في حياته يبقى هو محتاجين نعمل زي ايوب ان احنا نصلي من اجل كل اللي قساءه قولينا بغفران كامل بمحبة كاملة اي جميلة اوي ايوب 42 اي عشرة ورد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه وللهنا كل مجده كرامة لابد امين شكرا